السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد من دور التعلم العداد الياباني. ان شاء الله في هذا الفيديو سوف نتطرق الى عمليات جمع بسيطة حتى نتعلم بالتدرج. اذا لابد ان نذكر انه بالحصة السابقة تعرفنا على هذه الخرزات كل واحدة وماذا تاني. في هذا الدرس ان شاء الله سوف نقوم بعمليات جمع بسيطة. اه قبل ان نبدأ عندما اقوم بتحرك هذه خرزات العليا. عندما اقوم بتحرك نحو الاسفل فهي يعني انني اضيفه. يعني اضيف معLY اضيف خمسة هنا اضيف اعشة خمسون اضيف خمسمائة اضيف خمسة الاف اضيف خمسين الف ولكن عندما اقوم بتحرك نحو العليا اني اقوم بعمليات الطرح. نطرح خمسة مشان هنا اضيف خمسة اطرح خمسة. هنا اضيف خمسون. اطرح خمسون. والعكس هنا بالاسفل. الشرف هذه تسمى خرزات. عندما احرك هذه الخرزة مشان نحو الاعلى. هذا يعني انني اضيف واحد. عندما احركها نحو الاسفل يعني اطرح واحد. ونفس شيء بالنسبة لكل هذه الخرزات لشيء هي بالاسفل. سنأخذ امتلة بسيطة مثلا. اذا عندما اخذ مشان ستة زايد خمسة زايد اربعة تساوي. اذا هذه امتلة بسيطة ولكن اه نريد ان نتعلم بالتدرج. مشان ستة يعني اضيف خمسة. اضيف واحد يعني انني اضفت ستة. وكي اضيف خمسة لم يعود لي خمس خرزة. لم يعود لي الرقم خمسة. ماذا سافعل? سأضيفه. اذا نعلم ان خمسة. اذا خمسة هي عشرة. انا قص خمسة. اضيفه عشرة. واطرحه خمسة. يعني انني اضفت خمسة. ثم سأضيفه اربعة. ليس لدي هنا اربع خرزات لي اضيف اربعة. ماذا سافعل? سأضيفه خمسة. واطرحه واحد. يعني اربعة هي خمسة ناقص واحد. بعد لدي هنا لدي عشرة وخمسة. اذا هنا خمسة حركة نحو الاسفل. يعني انني اضفت خمسة. هنا عشرة. عشرة زايد خمسة هي خمسة عشرة. ناقص ستة زايد خمسة زايد اربعة هي خمسة عشر. عندما يتعودوا علي اطفالنا سيقومون بالعمليات بسرعة. يعني بسرعة هائلة. وبالتالي ستعطيها اعدادا كبيرة وسيقوم بعملية الجمع او الطرح في ضرف وجيز جدا. سأخذوا مثالا اخر. مثلا سأخذ خمسة عشر زايد تلسة عشر. زايد مئة يساوي. دوق خمسة عشر. دوق دائما سأقوم بتصفير العدد. يعني خمسة عشر عشرة. خمسة عشر. زايد تلاشة عشر. عندما عشرة. لدي عشرة. زايد تلاتة. يعني تلاتة عشر. زايد مئة. يعني لدي مئة. دوق سأقرأ العدد مئة عشرون. هنا عندي خمسة ستة سبعة تمانية يعني مئة وتمانية وعشرون. دوق هذه الامليات تساوي مئة وتمانية وعشرون. سأخذ مثالا اخر. دوق لدينا سأخذ مثلا اا الفين زايد تلاشة الاف ومئة زايد اربعة الاف. دائما اقوم بتصفير العدد. الفاني. دوق لدينا الف الفاني زايد تلاتة الاف. تلاتة الاف. اذا لدي سلدي تلاتة خرزات من الالف هنا دوق يعني لدي الف الفين. ماذا سأفعل? سأضيف خمسة الاف. واطرح الفاني. يعني انني اضفت تلاتة الاف. تلاتة الاف ومئة. مئة. زايد. اربعة الاف. اربعة الاف. الفاني. تلاتة الاف. اربعة الاف. اذا ماذا لدي? لدي خمسة الاف. ستة الاف. سبعة الاف. تمانية الاف. تسعة الاف. تسعة الاف. هنا لدي مئة صافر صافر. لونك ليس لم اقوم بتحريك اي خرزة نحو الالة لونك صفر صافر. يعني لدي تسعة الاف ومئة. تساوي تسعة الاف ومئة. بعد التمر جيدا سنقوم بحساب عمليات مجموعة عمليات كبيرة جدا. تصفير العداد. سأخذ مثلا مثلا اخر تلاتة مئة واربعة عشر ناق زائد ستة الاف وتلاتة مئة وعشرة زائد اتنى عشرة يساوي يساوي. يساوي. اذا تلاتة مئة تلاتة مئة واربعة عشر تلاتة مئة اربعة عشر. اربعة جوش تلاتة اربعة عشر ناقض اضيفه تلاتة مئة واربعة عشر زائد ستة الاف وتلاتة مئة وعشرة ستة الاف يعني لدي خمسة الاف ستة الاف تلاتة مئة ليس لدي هنا تلات خرزات من فئة مئة ناقض ماذا سأفعل سأضيفه خمسمائة واطرح مئتين يعني تلاتة مئة وعشرة اضيف عشرة زائد اتنى عشر عشرة ليس لدي هنا اثنان لأضيفها ماذا سأفعل سأضيف خمسة وأطرح ثلاثة لدي هنا خمسة آلاف ستة آلاف ستة آلاف خمسمائة ومئة يعني ستة آلاف وستمائة ستة آلاف وستمائة هنا لدي تلاتون وهنا لدي خمسة ستة وستة وثلاثون يعني ستة آلاف وستمائة وستة وثلاثون أتمنى أن أفيدكم في هذا الفيديو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته